عايز أرجع للنقطة الأونية قبل ما نخش بقى الأهلي ولجاء والسوبر أنت روحت النادي الأهلي وانت عندك 19 سنة وقبلها كنت مع منتخبات مصر الشباب والأولمبي فكرة الأجيال الصغيرة أو الشباب الصغيرة اللي بقيت موجودة أو في أوقاتكم يعني كان ينفع تتصعد أو تروح لفرق كبيرة دي بقيت ندرة شوية في مصر وانت كان عندك تجربة عظيمة مع مجموعة عظيمة من اللاعبين والأسماء الكبيرة تجربة الكابيتانو إزاي نقدر تجربة الكابيتانو التجربة النجحة جداً دي تبقى تجربة عامة في كل الأندية في مصر أو في الكرة المصرية بشكل عام انت شاهد عيان بقى زي ما بيقوله بالزبط أولاً أولاً قبل ما أتكلم على تجربة الكابيتانو لازم أشكر تلاتة جداً 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 وأنا لما بتكلم في موضوع أنا ولا لي لأنا بنافق حد ولا حد بيجبرني أقول إيه وما قلش إيه لو حد بيجبرني أقول حاجة أنا ما بقولش ومش هفتحها أساساً فيشكر جداً كل الاحترام والتقدير والتحية لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي طبعاً عمل فكرة وتباعها بنفسه ثم على أرض الواقع نفذ سيادة الوزير معها بالشراكة مع شركة المتحدة ما بخلوش في صرف في فكرة البرنامج في النوعي الكواليتي لازا بنركب الناس مع بعض في الكاميرات اللي سبيدر في التصوير في الإخراج الجودة اللي اللي قابين كمان اللي موجودة وبعدين لما سيادة الرئيس بيتابع بنفسه ويقابل الولاد مرة واتنين والتالتة يحضر النهائي بتاع البطولة انت عايز خليط النح اللي بقى تبقى بتعمل ايه صح مدربين هتشتغل على أعلى مستوى وسيادة الوزير اشتغل على أعلى مستوى حافظ عظيم لللاعبين لكل حد ارتبط بالبرنامج ده الحقيقة الحقيقة بقولك سيادة الرئيس قابلهم مرة في المنصور ومرة تانية مش فاكر كان في الصعيد ومرة تالتة في النهائي كان هنا في القاهرة فأنا بشكره جدا جدا الأمانة جاى الوقت اللي أنا لازم أشكره علشان الفكرة حلوة قوي اللي احنا كنا بنختبر بأرقامة يا كريم انت مش هتصدق والعيون كلها المدربين كابتل محمود سعد تعب جدا جايب مجموعة من المدربين كتير لما يروحوا مثلا السعيد ففي الكابتان واحد مثلا اللي ماسك مثلا السعيد فروحوا يختبر بتختبر التحف أرقامة ده ايه ثم القاهرة كان في زيادة عن حاجة وعشرين ألف ما في تختبرهم على ثلاثة يام فلازم تبقى مركزة عشان ما تظلمش حد فمدربين كتير موجودين ثم اتبلور لفكرة برنامج اللي حضراتكم شفتوها دي هل في عندنا مستقبل لمصر كويس؟ آه طبعا هل عندنا محمد صلاح أكتر من خمسين محمد صلاح؟ آه عندنا بس أنا أتمنى وخوفي على بقى اللي دي خليني أتكلم صراحة مدام عندنا الإمكانيات دي والمتابعة الجيدة وعلى رأسها تاني سيادة رئيس الجمهورية آه آه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أنا بشكره مرة واثنين وثلاثة وعفضل أشكره على المشروع ده اهتمامه واهتمام الناس وخليطة النحل دي لازم أشكر مرة واثنين وثلاثة لكن عشان ندور بقى الكشفين صح ندور نرجع الكشفين اللي جابوا فلان من السعيد واللي جابوا نجم النجوم من بحري ونرجع ليه الكشفين ونديهم مرتبات كويسة صح عشان دول حيجيبوا عملة صعبة اللاحبة دي اللي حيطلعها تطلع على برة تابت انشادي أصلا يعني مش تنجع الكشفين ده الكشفين دي حاجة مهمة جدا في كل أندية العالم هما بيسموهم حتى كده سكاوتين تيم اللي هو فريق الكشفين بيبقوا موجودين في كل حتة في العالم مرتباتهم بقت قليلة جدا صح فهو بيسافر صح وبيتابع صح وبيروح حتة تانية لو فهم في عنديتهم بياخدوا فلوس كتير قوي مرتبات كبيرة جدا أنا رأي بالزبط يبقى في بص بيدير الموضوع صح ونتكلم بقى كمان مع البرنامج ده حتبقى حاجة قوية جدا اللي هو ايه أبتدي أروح أشوف مطشرة السعيد في الناشئين فده صفر صفر استخدام تليفون مصاريف مصاريف فمفعش يبقى بيصرف صح عشر تلاف وروح أنا أقيل له خد خمس تلاف صح مش هيشتغل بقلب عندك حلب لكن لو مرتبه عالي هنرجع ده كل الفلوس كلنا هنستفيد بالدولار لما اللي عيد دا يتزه بالتأكيد